زي ما شفتنا فيه ناس مقتنع بالتنوين مع ناطيسي فيه ناس مش مقتنع بالتنوين مع ناطيسي فيه ناس شايفاء ممكن يكون موجود فيه ناس معتقد فيه على اعتبار فيلم بتاع اسماعيل ياسين وعب السلام النابولسي ولما كان يقولها نام وشد اللحاف وينام فيه ناس عندها اعتقدات مرتبطة بالسينما فيه ناس عندها علم لبرس ايكولوجي اريا فيه وممكن تكون مهتمية خلينا قبل ما نبدأ معك أسألكم أولاً كل واحد يعرفني بنفس ويقول لي هالمقتنع بحاجة اسميها تنوين مع ناطيسي ولا لا نبدأ بيه حضرتك على طول يلا الاسم وتخصصك ايه وبعدين موافقة ولا مش موافقة اسمي ماريام ساموئيل انا خارجتة ألسون روسي اوكي بتعتقدي في التنوين ولا لا تعتقدي يعني انا شفته في الافلام بس بس ما شفتوش في الحقيقة تصدق فيه ولا لا ممكن ممكن اللي بعد وتفضل احمد رمضان 27 سنة لسان صحوق انا ايوه في التنوين مع ناطيسينا موجود مختنع بيه مختنع بيه جربتو قبل كده كان زمان بس مش دلوقتي طيب اللي بعد يا اسمي النبيل طالبة وجامعة الكاهرة هو عندي واحد وعشرين سنة مختنع يا اسمي بالتنوين مع ناطيسي بصراحة شفته برضو في الافلام بس في الافلام بس تفضلي يارا اعلام انجلش مش مختنع بيه مش مختنع بيه تفضل اي ماذا عاطف كلية التجارة مش مختنع مش مختنع بيه اه مصطفى محمد خارج سياحة وفنادي خارقة انا مختنع بيه حوالت فمرة جربتو كنت بسمع برنامج على اليوتيوب وحاولت اقلدهم واركز مع في الكلام وعملوا بس ما ما قدرتش تفضل محمد طالب فتشر اكاديمي لا مش مختنع بيه مش مختنع بيه مصطفى محمد طالب جميعي مش مختنع بيه مش مختنع بيه من اسماعيل دبلون الترورا مش مختنع بيه مش مختنع بيه محمد طالب تجارة مش مختنع بيه محمد ماكبي طالب في كل التجارة حابب اننا اتعرف علي حابب اني اتعرف علي عندك مشكلة استاذ نهاد النهارده نهاد رقب مش مختنع بيه انت كما ش مختنع بيه 2010 اولا ايه هو التنويم ما التجارة هلن في حاجة اسمها التنويم ايحاقي فعلا طي لا شك ان التنويم بالايحاق دالchwانتي طبقاً لمنظمات الصحة العالمية يعتبر من أقوى التقنيات النفسية العلاجية في العالم فكرة أننا مقتنعين أو مش مقتنعين دي ترجع إلى مدى علمنا بالهيبنوسيس أنا لو تفرجت على فيلم سينما وشفت أن التنويم هو شد اللحاف وشد أنت الأولى أكيد أنا مش هقتنع به لكن فكرة الهيبنوسيس أصلاً ما تستحملش أنك تقتنع أو ما تقتنعش كل الموضوع هو حالة استرقاء ذهني في النيرالوجي بنسميها حالة ترانس استيت مع استخدام كلمات مؤثرة يعني كلنا مرينا بالتنويم لو في يوم من الأيام سمعت حد فقال جملة الجملة دي أثرت في حياتك وغيرتك أنت قريدي هبنطايزت الجملة اللي هو قالها هو مجموعة من الكلمات أنت كنت في حالة سمعت كلمات غيرت الحالة النفسية بتاعتك أنت كده كنت هبنطايزت أو مريت بحالة تنويم بريحاء أكتر من كده ما فيش تنويم بريحاء يعني فكرة الجالة جالة والهوكس بوكس والحاجات اللي احنا بنسمع عنها يريد تكون موجودة يعني بس لو دي حاجة كانت حقيقية كان زماني ملياردير مثلا ولا كان زماني في مكان تاي ملياردير دي الوقت ألا ملياردير مالتي مالتي طيب خالص فقال فكرة كده إن أنا لو الكلام ده كان حقيقي بس الكلام ده مش موجود يعني حتى ميلتون ريكسون اللي هو أشهر حد في التنويم بريحاء عمره ما كان يقدر يتحكم في حد غصب عنه فلو ده اللي انت فاكر التنويم بريحاء بيعملوا إنك تتحكم في حد أو تسيطر على حد طيب بس كلنا نخش لتجربة عملية ابدأ اقناعنا يعني احنا أنا كلمت في المقدمة قلت إنه هو بيساهم هذا التنويم الانطيسي في علاج القدرة والثبت الانفعالي والأعصاب والتأثير على الناس والمزكرة وعلاج يعني كلمنا في وظائف كثيرة للتنويم الانطيسي ابدأ اشرح لي الخطوات عشان نوصل مع المشاهدين اللي بتفرجوا علينا إنك أنت تقدر تنايم الناس دي في الآخر ممكن أن نيم المشاهدين والناس وحضرتك لا أصيبك من الناس دلوقتي خلي مشاهدين وحديهم بدلت صحيحين عشان نتفرجوا علينا خلينا معا نيم للناس دولت تقدر في نهاية الحلقة تنايم الناس دولت سؤال واضح لا وعد وعد كروسمان وعد إذن يا جماعة أستاذ نهاد التجربة اللي هيعملها معنا من بداية الحلقة دلوقتي لغاية نهايتها عشان يصل إنه ينايم المجموعة التسعين في المئة منهم مش مقتنع بالتنمية معنا تيسي قابلتوا التحدي؟ قابلتوا التحدي؟ أنا وقعت في مشكلة لكن إيه بقى؟ الهيبنوسس بيعتمد على رغبة الشخص إنه هو يجرب لو الموضوع مهم خلي بالك هما كلهم جايين بإرادتهم وشلين يجربوا يعني رغم إنه هما مش مقتنعين بس هما قرروا إنهما يخشوا ويقولوا إحنا عايزين نيجي ونطلع عشان نجرب أوكي مش أنتوا عندكوا إرادت التجربة؟ مظبوط؟ انت مقتنع انت مقتنع تشكك نمت كتير قبل كده نايم بدري تشكك نمتك تشكك نمتك